ها كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب راح حاول أحكي في عن أحوال العاطفية لإلك و للحبيب راح حاول أحكي حتى عن ناوية اكتجاه هذا الحبيب ومستقبل علاقتكم مع بعض كذلك راح تحدث عن العزاب عزاب برج العقرب راح نشوف هل في شخص جديد بحياتهم هدا كل شي وما تنسوا أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع إذا حسيتوا أن هذه القراءة لا تعنيكم أو لا تتحدث عن طاقتكم أحاولوا تشوفوا فيديوات جديدة مثل القمري والبرج الطالع وأريد أن أتحدث لأن هذه القراءة ممكن تكون عكسية يعني الأشياء اللي بحكيه عنك ممكن تنطبق على الشريك والأشياء اللي بحكيه عن الشريك ممكن تنطبق عليك لأن هذه القراءة فيها اتنين فيها شخصين وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوائب لقناتي تدعموني وشكرا لعلكم أوكي بداية أنت يا برج العقرب عمشوف فيه بداية ربح مادة حاليا كأنه أنت بلشت شغل عم تجني أموال منه حاليا عمشوف بدأت الحياة تتوازن معك أو صرت متوازن ماديا أو ممكن صرت تتحسن أوضاعك المادة شوي أنت يا برج العقرب كأنه كنت بموضوع المالي غير جيد بالنسبة لك وحتى ممكن يكون أنه ما كنت تشعر باستقرار يا برج العقرب كأنه صار حاليا تشعر باستقرار أحسن من دي قبل أوكي صرت عم تشوف الحياة أحسن أوكي عمشوف جاستس في عدالة صرت متوازن صرت الأمور تتحسن معك أنت يا برج العقرب مطاقة الحبيب حاليا عمشوف كأنه خسران في خسارة من ناحية الحب عمشوف في خصامات بينك وبين الحبيب عمشوفه حتى هو كتير تعبين طاقته حاليا يعني في خصامات وفي نقاشات حد انتوية هي برج العقرب عمشوف حتى مشاعره نحوك كأنه هذا الإنسان بيحاول يمضي قدما نحو نحو الاستقرار المادي نحو الاستقرار النفسي كأنه يريد أن يتخلص من كل الأشياء السامة اللي كان يشعرها بهذه العلاقة ممكن أنتم تخصمي حتى لو كنتوا بعلاقة حاليا عمشوف أنه الأوضاع مراكسة معكن عمشوف الأوضاع شوي مكاركبة كل واحد عنده هيك زعل جويته بس ممكن مستمرين بالعلاقة لأنه عمشوف هذا الإنسان يبحث عن الاستقرار المادي وممكن حتى أنه يتمنى الاستقرار العاطفي كأنه هذه الخصامات بينكم جعلته كتير متوتر عمشوف كذلك حتى أنت مشاعرك أنت بتحبو لهذا الشخص بس كأنه أنت شلت أعباء كتيري بهذه العلاقة كأنه ما صرت تتحمل أنه تشوف مشاكل وخصامات بهذه العلاقة كأنه يعني استحملت كتير وبرج العقرب شخص بيمشي معك لآخر الطريق شخص وفي جدا وبحب الاستقرار على فكرة هذا الإنسان بس حييته ما فيه استقرار قليلة تلاقي حدا من برج العقرب تلاقي هيك مستقر يعني حييتهم فيه دائما تغيرات مفاجئة بس هذه التغيرات دائما بتكون بالشكل الإيجابي بس عمشوفك أنه مليت من هذا التعب الكتير قوي تجاه هذا الإنسان لتكون العلاقة مستمرة وتكون على أحسن الأحوال بس يعني العلاقة دائما فيه شجارات وفيه خصامات حتى الأشياء اللي ما عمشوفك ما عم تحبه في هذا الإنسان كأنه شخص منه متوازن أبدا كأنه هذا الشخص ما بيعرف كيف يفصل بين ما هو عملي وبين ما هو عاطفي ما بيعرف أنه كل واحد لازم ياخد وقته لازم ياخد حقه عمشوف هذا الشخص كتير متشبت فيك مؤادر أبدا يبعد عنك ممكن لهيك أنتوا مع بعض يعني بتضلوا مع بعض حتى لو كانت العلاقة أرهقتكم بتضلوا مع بعض يعني مؤادرين تبعدوا عن بعض أبدا عمشوفكم دائما إذا كنتوا مبتعدين عن بعض وخاصة هو بيضل يتذكرك هذا الإنسان يعني ما بيقدر يعني يكون بعيد عنك دائما بيبعد لك مسيج دائما بيعمل تخاطر دائما هو بيتذكرك حتى لو بعته عن بعض ممكن هو عنده كتير مشاكل اللي هو المشاكل المادية ما عنده استقرار مادة بس دائما يريد أن تضلوا معه يعني هذا الإنسان ما عنده قدرة أنه يتوازن بحياته حتى عمشوف الأشياء الإيجيبية عمشوفه على أنه إنسان محبه كتير شخص بيقدم لك حبك كتير وعم تعرف أنه من جويتك أنت يا برج العقرب هذا الإنسان بيحبك هذا الإنسان شغوف فيك كتير بيشوفك على أنه أنت شخص حساس وشخص جميل من جوه ممكن الأشياء اللي عمشوفه ما يحبه فيك هو على أنه عوقات عم تتوقف عن الكلام معه عوقات تاخد زعل كتير قوي وما بتحكي معه بحس أنه هذا الصمت العجيب الغريب بشخصيتك هو اللي بيقلقه ممكن عوقات تكون منك صريح تخفي أشياء جويتك ما متحكيها للحبيب ممكن هذه الأشياء هذه التراكمات ما عم يحبه فيك بحسك كأنه شخص غامض شخص ما لا يستطيع فهمك بيضل عنده هيك دائما حيرة غريبة على أنه هذا الإنسان على شو نعوي وشو جويته لأنه ما عم يفصح لي بالأشياء التي تجول بداخله هاته الأشياء اللي عم تشوفها أنت فيه أو اللي عم يشوفها هو فيك عم يشوفك كذلك أنت شخص محبه حبك عظيم إذا بتحب الشخص بتحبه من قلبك ما عندك هيك تفوتات وما عندك حب نص نص يعني أنت شخص إذا بتروح مع شخص بتروح معه لا أبعد مدى شخص غافي كتير وهذا الإنسان بحب فيك الحب أنتوا بتنينيتكن بتحبه بعضكن كتير بس هو عم شوف عنده مشاكل استقرار مادة مشاكل استقرار حتى نفسي ما عنده عم شوف مشاكل يعني علاقتكن تمر من مشاكل كتير كبيرة ممكن أنتوا يعني بهذه الأوقات صرتوا عم تتخاصموا كتير صرتوا عم تتجادلوا كتير بهذه العلاقة حتى عم شوف النيات لكل واحد عم شوف هذا الإنسان بده يكمل مع حياته معك بده أنه تطور العلاقة لتوصل لزواج كل واحد عنده نية أنه تراجعوا العلاقة كل واحد عنده رغبة أنه هذه العلاقة أنه لا تموت بدكن تكملوا العلاقة حتى لو في مشاكل بالعلاقة بدكن تكملوها لآخر الطريقة عم شوفك حتى أنت يا برج العقرب بدك تتسول أمور بدك مليت يعني كأنه أنت مليت ومليت أنت يا برج العقرب من كثرة الخلافات بينك وبين الشريك لأنه أنت بتحبه لهذا الإنسان ممكن علاقة من منذ القدم مقادر تنساه أبداً وبدك تستمر معه لآخر الطريقة عم شوف حتى نية تكون أولة أو مستقبل العلاقة مع بعض عم شوف يعني في نور للعلاقة ممكن فيها مستقبل جيد مستقبل لإلكون عم شوف في كثير من برج العقرب ممكن يكون في زواج بهذه العلاقة يعني هذه العلاقة أولى إلى زواج بالأخير لأنه عم شوف كأنه رح ينكتب له هذه العلاقة بداية موثقة بداية أنونية يعني مثل زواجي شيء معلن عليه أمام الملع أوكي ما رح تكون علاقة سرية حتى للناس اللي عم شوفهم عزيب مستقبل علاقتكن أو هل في شخص جديد بحياتكن عم شوف في شخص جديد بحياتكن عم شوف في سعادة رح تعيشوها أنتو يا برج العقرب خاصة عزيب برج العقرب عم شوفون في كثير طاقة شخص محب لإلكون رح تتعرفوا عليه عم شوف في ممكن في عيلي في أسرة في حب في ممكن حتى ممكن زواج يعني بهذا العلاقة ممكن حتى يكون في زواج يعني رح تتعرفوا على شخص ممكن يكون مشهور ممكن يكون بمنصب كتير عالي ممكن حتى يكون من برج القوس أو من برج التلو عم شوف حتى برج العساد يعني طاقات اللي عم تطلع هون عم شوف حتى برج الميزين يعني هيدا الأبراج اللي عم تطلع عندي بس يعني كل الطاقات أنا عم شوفها بهذه القراءة من طاقات نارية من طاقات مائية ترابية وهوائية يعني كل الطاقات مستقبل علاقتكن يعني للعزيب إذا بطي أحكي عن العزيب فأنا عم شوف مستقبل علاقة اللي أنتوا لاح تتعرفوا على هذا الشخص المشهور اللي عنده عنده نجاح مادة ونجاحة عملي كتير كبير عم شوف كون عم تعيشوا معه حيات جميلة عم شوف فيه في فرحة في سعادة عم شوف فيه في ذهاب للهم والغم اللي كنت عم تعيشوه أوكي ممكن أنتوا تسافروا لهذا الإنسان ممكن هو عايش ببلد بعيد عن بلدكن وممكن تسافروا له أو تعيشوا معه ببلد جديد أوكي عم شوف صراحة حب قوي بينتكن حتى لو كانت المشاكل أو الخلافات بتجعلكون عوقات بتبتعضون بعض بس عم شوف العلاقة كتير متينة وكتير قوية لأنه عم يجمعها حب قوي عم شوف كون حتى أنتوا مع بعض متعلقين بالعلاقة يعني كل واحد متعلق بالعلاقة وعم يحب بالآخر يعني ما عم شوف حب من طرف واحد بقل لك أنه في حدا من الماضي سيعود إذا كنتوا مفترقين حالياً وهالقراءة لألكون يا برش الأقرب فأنه عم شوف في عودة لألكون في عودة للحبيب وطلب السمح عم شوف في قوة رح تشعروا بقوة بهذا الشهر عم شوف في تحدي لكل الصعاب اللي أنتوا عم تعيشوا أو عم تحسوا فيها عم شوف صراحة في كتير طاقة جميلة بيقول لك أنه أنت عندك موهبة يا برج العقرب على أنه أنت يا برج العقرب شخص عميق جداً كتير عميق برج العقرب بيشوف الأشياء بعمق منه سطحي أبداً لهيك أنت ينصحك الورق أنه ممكن تكون مستشار مستشار بأي مجالة إذا أنت بتدرس القضاء ممكن تكون مستشار قضائي ممكن إذا أي مجال أنت لازم تشتغل بالاستشارة لأنه أنت شخص عندك عمق وتفهم الأشياء بعمقه عم شوف حتى بيقول لك أنه طاقة الحب هي طاقة تشعر ولا تفهم بالكلمات ودائما بتعطيه قوة للشخص التي يعيشوها ودائما بتعطيه باور وقوة وكتير ممكن هذا الحب هو العاطق القوة لأنه عم يطلع عليه وحبكم يعني قوي عم شوف أنه العلاقة صعب أنه تنتهي لأنه أنتم تشابتين ببعض بشدة ومؤادة أنت بعضوا عن بعض عم شوف حتى بيقول لك كون صريح مع نفسك لأشياء اللي بدك إيها ما هي اوكي إذا عندك تساؤلات جوات عقليتك أنت يا برج العقرب فكون صريح مع نفسك عم شوف طاقة حلوة عم شوف في مستقبل العلاقة جيد كتير حلوة الطاقة عم شوف في قوة في رجال الحبيب عم شوف في نصائح لإلك أنت يا برج العقرب أنه تكون استشايري بمجال ما يعني عم شوف الطاقة جيدة جدا بتمنى لكم كل الخير والمصرات ومن تنسوا تعملولي لايك والسابسكو على قناتي وشكرا اشتركوا في القناة